فاهد بن فردوس نعم يا هلا مرحب فيه سالفة عندك انت لجريس لجريس بن جلبان ممكن تسمعناها سمعنا اخوان المشاهدين والله حاضرين جريس بن جلبان شيخ في ماضي السنين وذاك الوقت الحاكم هو بن عريع وصار بينها وبين جريس سوى تفاهم حتى انه طرح له لين حتى وستال عليه وحبسه اسجنه وقطع من هالزيارات وعلم جريس انه مهو مخلصه من هذا السجن الا بشي من الواسطات فلا عنده في ذاك الوقت اي واسطة فقال في نفسه انا ليه مقصود لقصيدة اسندها على زوجة ابن عريع حيث انها مذكورة يعني والفلاح نقسم مهو يعني لرجال دون نسا المهم انه قصدها القصيدة واسندها عليها وعندما جاتها القصيدة فتوجهت عند زوجها وعفى منه واطلبها فهو يقول في قصيدته تكفني الخفرات ما تطلقني هو يقول في قصيدته تكفوني الظفران والدين غني يأتذر من المساجين لا يزعجهم اللي عنده تكفوني الظفران والدين غني من واه جنب الصدر له زفير شهرين ساهر ما اهتنيت بنومي ما كني إلا واقع كسير في مقعد ما جاني إلا محمد مكان كرح وللرجال خطير ونا برجوة واحد ما غيره رب كريم وعالي قدير يافرج من المسجون من غير واجب وسيجن بلا ما جوب كيف يصير تكفن يا الخفرات ما تطلقني أنا ستركن يوم الغداف تطير وين الذي يتعب على والديها بنت الشيوخ وزوج تلمير مهره صيلة من مراكب حاكم ولها وجاه كامل وتقدير وانا بما يقسم من الشيخ راضي وارجي من الله ياتي البشير وصلاة ربي عدمها للمطر على نبي لأمته نذير اللهم صلى الله عليه وسلم اللي جابتك في هذا المكان قالت جالبت عليك وجهي قال الله حطاش إلا جريس بن جلبان قالت أنا ما طلبتك إلا جريس بن جلبان وجريس بن جلبان هو الجامعة الفارق اليوم قالت أدرين الله حطاكم لكن خليهي حضر الجلسة الصبح الضحوية وراحت وأرسلت له كسوة وبشرته بالانطلاق وقالت الشيخ مستدعيم بك بكرة أثناء الجلسة فعندما جلس الحاكم إفجاه وقال هاي جريس بن جلبان قال للي قصيدة قال نعم قال اسمعنا إياها قال لواهني من شاهد الشيخ جلس لمن صفى باله راحة صفوقه شيخ القطيف وشيخ هبسن وهباس وهو شيخ هجر يوم عجاتسوقه يا معطى من سابق طوعة الرأس ومنومل ضرب العسل ما يبوقه يعطي النخل والخيل ما قوت ملك ياس وليعطى شي فهو في مروقه لو لاك يا ابن حميد ما جيت لطعاس ولا رعت موجه ما لو يعروقه أنت الذي ما شفت مثلك من الناس مضرب كفوفك ما تخايط فتوقه سيف صقيلا تودع ضد ينحاس وحميت بيضا في الخلاء ما نذوقه وحبسك المثلي يا فتا الجود نوماس والحر لا رز الشباك له يعوقه وجان البشير وقال لا تقطع الياس والكبد من عقب البشير محروقه واليوم أنا طالبك يا مرذ الأفراس بجاه ربا خالق النم خلوقه تفرج من اللي بس جن ماس هم ماس بجاه من هو للعهد ما يبوقه وما فات مات وكل شي للهقياس والمليا من راك ما حد يحوقه وصلاة ربي ادمها بن سناس على النبي على نبي زينا الله وفوقه قال واش معناك يا جريس بن جلبان يوم تقول جان البشير وقال لا تقطع الياس والكبد من عقب البشير محروقه هجل ما فرحت بالانطلاق قال والله يطويل العمر متساويت عندي لأنه وراي فغرأ احد ولد رملة واحد ولد شايب ماله إلا الله ثم هو وانت حاكم والحاكم ما صوف مهل البحر يغطى العالي والواطي واليوم أنا سايق نوجه الله عليك ووجه نبيه ووجهنا والحاضرين انت عفاء عن من كان وراء قال الله حطاك لكن لكن اطلب لكم اطلبا خاص قال ما قصرت فيه قال اطلب قال اطلب خمسة عشر جمل خمسة منها محملات جوخ وخمسة محملات دخان وخمسة محملات ارماح وأبغي معي من النوع اللي فرحهم قال الله حطاك حملوا له الجمال مما هو طلب وهذه سالفة جريسي من جلبان وبصايدة